عايشين الجماعة هذون ما زالوا عايشين بصوفتوير تاع تسعينات ويظنوا بلادك الصوفتوير يقدر يمشي شوفوا أنا وقول لكم كان مجموعة أسباب أو مجموعة معطيات وهذه data يعني معطيات يعني facts اللي تخليكم لن تنجحوا واش دار جبار مهنة وتوفيق وسماعيل والعماري وحسان وترطاق واش داروا من مجازر ومن قتل ومن ذبح وعنف وإرهاب لن تستطيعوا تكراروا في الجزائر شوفوا علاش باش هاني ننصحكم يعني أولا وقبل كل شيء الشعب الجزائري يؤمن بأن التغيير يتم بالسلمية والناس ترفض رفضا مطلقا قضية التغيير بالعنف لأننا عارفين أن هذا النظام عنيف ولا يريد إلا العنف ولا يحب إلا العنفين اللي هو في الغالب يصنحهم يعني فالشعب أحسما في الموضوع وهناك آلاف شعارات لتغنات بالسلمية بطرق مختلفة وبالتالي الشعب لن يعطيكم فرصة باش تدخلون تما بالعنف وهو يرض عليكم بالعنف هذا لن يكون وتستطيعون أن تقوموا بالعنف تقتلوا واحد زوج خمسة خمسين ستين وبعد تحبس الأمور لأن كاشلي راكم تقوموا به وحدكم وما تقدرش تصنعوه هذا المرة لماذا؟ لأننا في عالم القرية الواحدة وفي عالم وين التليفونات والأنترنت صحيح تمركم ضغطين على الناس ومخوفين للناس والناس راهي الاعتقالات ولكن يبقى أن راي تخرج المعلومات وراي تخرج الصور وراي تخرج وستبقى تخرج ولن تستطيعوا منعه والجزائيين سيتنظمون أكثر في المستقبل بيش تخرج المعلومات بشكل أكبر والصور بشكل أكبر إذن نحن في عالم القرية الواحدة لن تستطيعوا أن تديروا ماساكر أويكلو كما درتوها من قبل النقطة الثالثة أنتم في التسعينات كنتم كتلة واحدة واستطعتم شيطنة الإسلاميين اللي البعض منهم بطبيعة الحال عجباتوا أنه هو رومبو ويرفت السلاحي إلى آخره لكن إجمالا شيطنتوا الإسلاميين في مواجهة الشعب سواء اللي كان معاهم أو اللي كان ضدهم أو اللي كان نص نص أو لكن عندكم لقيتوا وين تلسخوا الشماعة عن تاكم وخاصة أن جزء منهم رفت السلاح سواء كان مضطر أو كان يرى هذا كل حل أو غيرها هذه المرة ما كانش ما عندكمش وين تلسخوا الشماعة مش ما كانش يعني حتى الانفصاليين هذو اللي نسموهم انفصاليين تعلم معك هما رفضين قالوا إحنا ما نشماشين في العنف وما نمشوش فيه ما عندكمش وين تلسخوا هذا إذن هذا أيضا مش برك الشعب أيضا الجهات اللي تحبوا تشيط نوح ثم نقطة أخرى أنا ذاك كنت أنتم متحدين كان الجنيرالات كلهم تقريبا مع البعض مع بعض المبلع وكبار المسؤولين الآن نص الجنيرالات في السجون وكل يوم رمزيط العدد تاع السجون وبعضهم هاربين وبعضهم في الحكم وبعضهم خائفين وموش عارفين ماذا يسر له إذن العلبة السوداء اللي قامت بالحرب القادرة انفجرت استنبلوزي كان الانبلوزيون تاحا كان الانفجار العميق تاحا فأنتم ما كمش قوة عسكرية أو حكم عسكري واحد أنتم أجنحة متصارعة مختلفة تسنجوا بعضاكم وتعتقلوا في بعضاكم وموما كاش يمر يوم تقريبا وإلا يعتقى الجنرال أو يمر للتعديل النقطة الأخرى العالم الخارجي اللي يدعمكم ويقف معاكم في التسعينات كان عنده شرط أساسي أنه يكون الأمور ويكلوا وأنه يكون عندكم شماعة يكون عندكم إسلاميين تقتلوهم وتقولوا رهم يقتلوكم الآن هذا ما عندكمش لا لو يكلوا متوفر ولا الشماعة متوفرة وبالتالي الراعي الخارجي مش راح يتحمس كثير للموضوع النقطة الأخرى الراعي الخارجي اللي هو غربي أساسا وربما ينضموا له الروس والصينيين أيضا لكن بالنسبة للغربي انفجار أوضاع في الجزائر إذا كان انفجار أوضاع في سوريا جاب لهم مليون سوري في 2015 وأدى إلى هزات هائلة في أوروبا الجزائر لم يجب لهم مليون ممكن يجب لهم عشرة مليون أو عشرين مليون وش يسرى الأوروبا ستكون كارثة أظمى إما يضطروا إلى قتل جزائرين في البحر وتلك كارثة عليهم أيضا أو يقبلوهم يدخلوا وتلك كارثة أكبر خاصة مع اليمين المتطرف فهذا أيضا مش ممكن وبالتالي العمر الآخر وبه أختم وإن كان كان نقاط أخرى وكان نستمر فيها أنتوما الآن في التسعينات كنتم في سن الأربعينات الكبير فيكم في الخمسينات مثلا النزار شحال كان عمره كان عمره 55 سنة القيد صالح شحال كان عمره 52 سنة محمد العماري كم كان عمره 54 سنة هذا المجرم منتع جبار مهنة كم كان عمره 41 سنة أو 42 سنة أنتوما الآن كلكم جوزتوا 70 وبعثكم جوز 80 كي تكون في السبعين وخاصة في الثمانينات وحتى في نهاية السبعينات لا يوجد كما كي تكون في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات أيها الأحرار قوموا لحراككم أيها الجزائريون قوموا لحراككم فهو سبب بإذن الله لاسترجاع الوطن واسترجاع الدولة واسترجاع البلاد واسترجاع الثوروات واسترجاع الأموال واسترجاع الأراضي واسترجاع أموالكم المنهوبة وهذه الحياة البائسة أيها الجزائريون أيها الناس في الداخل وفي الخارج أيها الجزائريون حراكنا هو الحل بإذن الله وهو الذي سينقذ البلاد بإذن الله شرط أن يستمر في السلمية وأن يثبت مقولة إحنا أولاد عميروش مارشا ريير من ولوش